هل نحن ندخل في مرحلة الحسم النهائي أم أننا سندخل في مواجهات جديدة مع السلطان؟ يعني بدأ انتهايتي لك ستاد نجم ولقاية تجدد لكن بعد سبعة شهر تقريباً كنا نلتقينا في بغداد في قلبي بغداد والآن نلتقي في بغداد بس أمر على ما ذكرت جنابك بمقدمتك بأنه بغداد بغداد هي ليست الظرف الزماني بغداد هي الظرف الوجودي لا تتعلق بلحظة تكون قدمك في بغداد أو خارجها بغداد هي تلك الذكريات الجميلة التي كنا نتخطى فيها في الصباب في أيام الشباب في أيام الجامعات تتخطى من باب معظم إلى الكاظمية إلى الأعظمية إلى المنصور كل هذه إلى الكرادة الشرقية كل هذه اللي تختزن في ذاكرت بغداد لا يستطيع الحقيقة أن ينساها ونبتعد عنها آلاف الكيلومترات ولذلك التضحية لبغداد لا تعني شيء إن كانت دماء أو وقت أو صحة أو مال أو أي شيء لذلك بغداد تبقى هي بغداد رغم كل الهجم العاتي اللي مرت عليها منذ 17 عام لم تتكرر في التاريخ لذلك تسأل أنت ماذا يحصل اليوم اليوم هو ليس تجديد عهد وإنما هو الوثوق من الانتصار وهذا أكثر من تجديد العهد تجديد العهد وما بين الثوار وتجديد العهد ومع القضية يعني أنت اليوم لديك عهد مع رفاقك لديك عهداً مع قضيتك تجدد العهد لكن اليوم تؤكد وثوقك من الانتصار رغم كل سلميتك وجراح الآخر والجراح التي أصيبت بها الحقيقة شبابنا وشاباتنا والغلي والغدر والخيانة والانحطاط الذي يواجههم بالطرف الآخر بكل عنوينهم بدون استثناء حكومية كانت ميليشياوية كانت عصبوية ليست حزبية بين قوسيا عصبوية ماكو حزبية مجموعة عصابة بشكلهم حزب ويمارسون هذا اللي مارسوا اليوم وصلنا لهاي المحطة ماذا بعد يمكن سؤال كل الجماهير ويومية يسألونها من خلال تويتر سوشيال ميديا مقابلاتنا التلفزيونية القادم هو انتصار عراقي كيف سوف يحصل اليوم المهلة اللي تحدثت عنها جنابك هي كانت مهلة لغرض إيصال الرسالة إلى كل الجهات بمعمميها بأفنديها بأي أزياء أخرى بكل عنوينهم وأزيائهم أنه القرار هو قرار الشعب خلاص انتهى الأمر كيف سوف يترجم قرار الشعب عدنا طريقين عدنا طريقين أما أن يستجيب السيد رئيس الجمهورية لإرادة الشعب من خلال ما صر عليه كل الثوار وما أوضحناه منذ اليوم الأول أنه هناك ليس شخص هناك مواصفات لشخص وهذه تنطبق على آلاف آلاف الرجال في العراق قصة رح يقول لي شو رح يختار هو المجلس عنده وهو الأمانة والمواصفات يم والمواصفات يم والأمانة التاريخية يم تمام وهذه وأنا كما ذكرت لك في مقابلة هاتفية كانت انتربيو بياك بالتليفون قلت لك وذكرتها فيه كثير من وسائل الإعلام أنه العراق عبارة عن غرفة مليئة بالغاز مغلقة والمقدح بيد رئيس الجمهورية واليوم دمر بنفس اللحظة سجل موقف هو الشعب ارتاح من عنده عندما ضغطت عليه الأحزاب ووصلت للتهديد معه حقوق تذكر القصة قبل عملية السفارة واقتحام السفارة واصرف وما استجاب للأحزاب الآن نقول استجيب للشعب مرة نتحدث قبل رأس السنة قبل 2020 تذكر جنابك صارت علي ضغوط أنه يمرر أحد المرشحين ثلاث مرشحين كانوا آخر مرشح توقف به الرجل هناك تمساجة مستجابية للأحزاب الآن استجيب للشعب تجيب شخصية أمنية تجيب شخصية عسكرية تجيب شخصية مدنية عندك هاي المواصفات كما يقال ولديك أمانة تاريخية ووطنية عليك أن تحسن الله